لا مكان للنهزام بيننا لا مكان للتراجع بيننا نحن ماضون إلى النصر إن شاء الله بهذه الكلمات قال الشهيد نائف الجماعي وصيته الخالدة عن معنى الوطن والفداء والدفاع عن الجمهورية وإن قتلنا نقدم أرواحنا ودماءنا وأنفسنا وكل ما نملك رخيصا في سبيل الله فداء لهذا الوطن الغالي في إحياء ذكر السشهاد قيادات المقاومة تخطر في البال أغنيات المقاومة وأمنياتها وتفاصيلها وتلك الوجوه التي أشرقت حرية واستبسالا ثم غادرت إلى العلياء منذ الحرب التي فرضت على الشعب شهدت البلاد العديد من إقاط التحول على أكثر من صعيد من بينها انخراط شخصية مدنية واسعة في الكفاح المسلح وهو ما عرف لاحقا بالمقاومة الشعبية المساندة للجيش الوطني الجمهوري التحق فيها شخصيات شبابية اجتماعية وسياسية وضباط كان البعض منهم في سلك التقاعد منذ إسقط ميليشيا الحوثي للدولة وتحول قطاعات واسعة من قيادات الجيش إلى أدوات قتل ودمار بأيدي المخلوع والحوثي خرج الناس بجميع فئاتهم الاجتماعية والسياسية للدفاع عن جمهوريتهم ودولتهم التي تعرضت للاختطاف بتواطئ أطراف داخلية وخارجية القوى المدنية دخلت في معركة الجمهورية بكل فئاتها موظفين وأكاديميين ومهندسين ومعلمين فلا ينسى الأحرار أن معلم رياضيات في تعز اضطر لترك مهنته ليصبح قائدا لقوات المقاومة هناك ويصد هو وطلابه حربا على المدينة يقودها أكثر من عشرة ألوية تابعة للانقلابيين كثير ممن حتم عليه مواجبهم الوطني ترك مواقعهم المدنية انخرطوا في معركة السعادة الدولة ليخلدوا بمقاومتهم مداميك الجمهورية الثانية كرموز وطنية ستخلد ذكراهم في صفحات التاريخ الحرة